خلاص بكرة آخر أيام الأجازة الحقيقة كانت أجازة طويلة علشان أجازة العيد وطبعاً معاها أجازة نهاية الأسبوع الناس هتبدأ مرة تانية ترجع تاني شغلها خصوصاً المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة دايماً بيكون فيه أجازة طويلة بعد الأجازة دي بيبقى الناس محتاجة ترجع تعمل كده ريفريش مرة أخرى وتزبط معايد نومها وترجع مرة تانية لروتينها الطبيعي أصعب لحظة لحظة الرجوع مرة تانية للشغل بعد أجازة طويلة بتبقى لحظة صعبة شوية طبعاً طبعاً بس لحلو أن النهاردة الجمعة يعني معظم الناس هتبتدي شغلها يوم الحد فلسه معنا يعني النهاردة وبكرة أو بكرة يعني تزبطوا في نومكم شوية عشان ما يعني تغبطوش كده على طول من الأجازة للشغل يعني أكتر من أسبوع كده بقالنا أجازة من الجمعة اللي فات للنهاردة فبيخلي الناس عمتاً تتعود أو يعني كل الناس عمتاً بالتبعية بتتعود على موعيد نوم مختلفة خروجات وفصح العيد وصهر بقى الوقت متأخر واجتماعات العيلة ونعود مع بعض طبيعي الناس تبتدي تتعود بقى على موعيد نوم مختلفة لكن زي ما قلنا إنه خلاص فاضل بكرة والناس على يوم الحد هترجع مرة تانية للشغل فعشان ترجع مرة تانية شغلها يوم الحد بكامل نشاطها محتاجة إن هي زي ما أنت يا محمد قلت تعمل ريفراش كده وتبطي تزبط نومها عشان نرجع ما نبقاش أول يوم نضيعه فإن إحنا بنحاول نفوق بالضبط يعني ده فرصة مهمة جداً قبل الرجوع مرة تانية للشغل إن إحنا نعيد كده ترتيب حياتنا نزبط الساعة البيولوجية طبعاً أيام العيد دايماً بسانت أيام صهر وخروج وزيارات عائلية فبالتالي الموعيد كلها بتبقى متلخبطة موعيد الشغل دايماً يعني بقى فيها انضباط وساعات محددة للشغل فبالتالي محتاجين نزبط ساعات نمنة محتاجين كمان نغير من الروتين خصوصاً الأجازة بيش قليلة دي أجازة طويلة احنا بتكلم على أكتر من أسبوع والأجازة مهمة كمان إنها بتشحن مرة تانية الواحد بتخلي الواحد المفروض يرجع شغله يبقى أكتر كده انتاجية وأكتر تركيز ويعرف يعني يزبط الشغل بشكل أفضل بكتير نصالح كتيرة جداً ممكن نعملها للناس اللي بترجع شغلها مرة تانية بعد أجازة طويلة عشان ما ترجعش كسلانة زي ما قلت يا بسانت دلوقتي مهم جداً نزبط موعيد نمنة مهم جداً يبقى فيه تهيئة كده نفسية للواحد لو الواحد مسافر أو حاجة يحاول على قد ما يقدر يرجع قبل معاد شغله بوقت كافي عشان يزبط نفسه ويهيئ نفسه أنه يرجع للشغل مرة تانية حقيقي أحكي لي كده أنت بتعمل إيه عشان ترجع مرة تانية ترفراش وترجع تتعود على مواعيد أنا عارفة أنت اشتغلت في العيد لكن حقيقي كلبك في المطلق يعني بتعمل إيه عشان تزبط مواعيد نومك مرة تانية أنا بحاول دايماً قابليها بيوم أو يومين خصوصاً نحن بقى أنا فترة بنشوف أجازات طويلة شوية بسانت يعني برضو أجازة عيد الفترة المبارك كانت طويلة أنت خدت أجازة طويلة؟ أنا الأجازة شغال في العيد أنا بحقي يعني صباح الخير يا مصر والمشاهدين لازم يتقع معاكم في الأجازة فكلنا نشتغل كل يوم ونصحة بدري من سبع لعشرة ودي أجمل حاجة أن نحن نقضي الأجازة مع حضراتكم على الهوى لكن لو بجاوب على بسانت دلوقتي بتسألني بحاول قبل مرجع الشغل أن أنا أكلم نفسي كده وهيأ نفسي أن أنا لازم الدنيا تتزبط ولو مسافر أو حاجة بحاول أجي قبل شغل بيوم أو يومين أحكي أنا بعملت إيه لأي من الفترة يعني لو بتكلم في المطلق أنا بعمل كده بس أنا عشان أجازتي كانت قليلة شوية صغيرة قوي فأنا كان شيء ينفعل لأنه كمان في ناس تانية مرتبطة بيئة بس أنت مخلصة للشغل قوي آه ليش تغلق في العيات كلها الحمد لله فكان لازم أرجع بدري شوية عشان شغلي فرجعت على الشغل عطوله دي كانت حاجة مش موفقة تماما فأنا فعلا بقول من هنا أنه لازم كلنا نرجع قبل شوية قبل اليوم مش بكتير بتفلي كتير والله بسان بالضبط اليوم ده هاخد فيه وقت أن أنا فعلا هعمل رفراج هبقى براحتي مش خاصحة بدري للشغل بصحة بجري الحاجات دي كلها بتفرق جدا في مودك حتى بس أنا عشان الحمد لله بحب الشغل فمودي تمامي فده الحاجة كويسة على كل حال ده كانت يعني نصايحنا كده لحضراتكم عشان نرجع مرة تانية بمود كويس للشغل ونرجع تاني يعني بفكر بوزيتف أكتر ونرجع كده مليانين طاقة ودي أهم حاجة مرة تانية بنصبح عليكم وبنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة